اشتركوا في القناة من خصوص الاحداث التي عرفتها الجلسة الافتتاحية للشانة من تمرير رسائل سياسية وهتافات عنصرية في خرق لمقتضية المادة الستين من لوائح الفيفا بشأن سلامة وامن الملاعب التي تحضر بتاتنا الترويج او الاعلان عن الرسائل السياسية والدينية وكذا الاعمال السياسية والدينية داخل رقعة الملعب او بالقرب منه باي وسيلة من الوسائل قبل واتناء وبعد المباريات ويأتي ذلك بعدما اقحمت الدولة المضيفة قضية الصحراء المغربية في هذه المسابقة الرياضية من خلال استخدامها حفيد نيلسون منضيلا لترويج خطابها السياسية الى جانب ترديد بعض الجماهير الجزائرية هتافات عنصرية ضد المغاربة واكدت الفيفا في مرسلتها على الاهلية القانونية لنادي المحامين للتقدم بشكاية امام الهيئات القضائية للفيفا طبق لمقتضية الفقر الثاني من المادة الثانية والخمسين من مدونة التأذيب تنص على انه يجوز لأي شخص او هيئة ان يلفت انتباه الهيئات القضائية للفيفا الى السلوك يعتبره مخاليفا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم شريطة ان تكون الادعاءات مكتوبة وقد بيّنت مرسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ان لجنة التأذيب شرعت في تحقيق في القضية بناء على شكاية نادي المحامين بالمغرب هذا وفي ذات السياق وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم رسائل مفادها بعدم الرد على الهتافات العنصرية التي شهدها افتتاح الشهنة من طرف الجزائريين ضد المغربة وطلبت صفاحات مغربية الجمهور المغربية الذي سيحضر افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب بعدم الرد على الجمهور الجزائرية بالمثل وأضافت ذات المصادر على أن الجمهور المغربية وجب عليه التركيز على إنجاح هذه الضورة وإعطاء صورة طليقة بالجمهور المغربية بواحدة من أكبر التظاهرات في العالم نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر